اشترك في قناتنا ريوش تيفي ليصلك كل جديد اولا باول للكثير عن الخصائص التي تميز كل برج من الابراج حيث نسمع ان اصحاب برج العذراء لا يمنحون شيئا ابدا وان اصحاب برج الحمل اصحاب عزيمة وغيرها من الصفات التي تصف كل برج من الابراج الفلكية في هذا الفيديو سنقوم باخباركم عن احصائيات حقيقية حيث قامت الاف بي اي بمشاركة مواليد القتل المتسلسلين والاشخاص الذين يظهرون ميول مضطربة نفسيا هذه الاحصائيات تظهر سمات كل برج من الابراج وما يقابله من الجرائم لنرى اي برج من الابراج هو الاكثر ميلا للجنون والاضطراب بتسلسل تنازلي في المرتبة الثانية عشرة برج الجوزاء الجميع يتكلم بالسوء عن الناس الذين ولدوا ضن برج الجوزاء لكن يبدو ان اصحاب هذا البرج يملكون سمات اقل خطورة فاصحاب برج الجوزاء لا يأخذون اي شخص على محمل الجد لكي يقوموا باذائه او قتله حيث انهم بدلا من ذلك غالبا ما يفضلون جعل من يريدون ايذاءهم يشعرون بالملل لحد الموت من خلال التكلم معهم باستمرار في المرتبة الحادية عشرة برج الدلو هو ثاني اكثر الابراج الذين يتسمون بالبراءة يهتم اصحاب هذا البرج بالعدالة كثيرا ولديهم الكثير من الغرور الذي لا يمكن تحطيمه بسهولة لربما اصحاب هذا البرج هم ثاني الابراج الاقل خطورة بعد الجوزاء لانهم اذكياء بنظر احصائيات الاف بي اي حيث انهم لا يتركون دلائل وراءهم بشكل كبير وبهذه الطريقة لا يتم القبض عليهم ويصبحون ضمن هذا الجزء من الاحصائية في المرتبة العاشرة برج الاسد لا تنخدع بكل ذلك الزئير ففي النهاية الاسود هم مجرد قطط هكذا هم اصحاب برج الاسد الذين يبقون بعيدين عن المشاكل يذكر ضمن الاحصائية انه عندما يقوم اصحاب برج الاسد بالقتل فانهم يقومون بذلك بغرض لفت النظر في المرتبة التاسعة برج الميزان اصحاب برج الميزان يعرفون بلطفهم وصبرهم لكن بشكل مريب هؤلاء الناس ارتكبوا جرائم اكثر من اصحاب برج الاسد والدل حسنا حتى الصبر له حدود لذلك من المرجح ان يلجأ اصحاب برج الميزان للعنف عندما يستغل الاخرون نواياهم الحسنة في المرتبة الثامنة برج العذراء العذراء القاتل الاكثر اناقة واضطرابا نفسيا من الاشدر الاشارة الى ان اصحاب برج العذراء هم اكثر ميولا للسرقة والاحتيال من القتل في المرتبة السابعة برج الحوت هل تظن ان اصحاب برج الحوت فاتنين انت مخطئ القاتل جون وين جايسي يعرف ايضا بالقاتل المهرج ريتشارد راميرز الين وورنوس بقصتها الحزينة هؤلاء هم مجموعة فقط من اشهر القتل المتسلسلين اصحاب برج الحوت ان الاشخاص الذين يولدون في شهر برج الحوت هم غالبا يرتكبون جرائم قتل استثنائية بسبب ميولهم الادمانية في المرتبة السادسة برج الجدي في حين ان اعداد القتل المتسلسلين الذين ولدوا ضمن برج الجدي عددهم معتدل الا ان القاتل المتسلسل الذي قتل اكبر عدد من الناس هو من برج الجدي برغم انهم معروفون باحترامهم للقوانين والقواعد الا انه لا ينبغي ازعاج اصحاب هذا البرج الاشخاص الذين يولدون ضمن برج الجدي هم لا يقتلون غالبا لكنهم عندما يقومون بالقتل فهم يقومون بذلك بكل هوس في المرتبة الخامسة برج الحمل اصحاب برج الحمل الذين يعرفون بجنونهم لا تتفاجأ بهم غضب برج الحمل مفاجئ لكنه لا يدوم طويلا لذلك نجد اصحاب هذا البرج ضمن المرتبة الخامسة في قائمة القتلة اذا ما قمت بازعاج برج الحمل كن حاذرا بالبقاء بعيدا عنه لفترة من الوقت حيث يكون بقمة جنونه بعدها سوف ينسى لماذا كان بهذا الجنون في المرتبة الرابعة برج الثور غضب برج الثور غضب شديد لكن الاحتيال هي الجريمة الاكثر شيوعا بين اصحاب هذا البرج من القتل في المرتبة الثالثة الان سنبدأ بالثلاثة الاكثر خطورة ثالثهم هو برج القوس هؤلاء الناس الذين لا تشبعهم الجرائم الفردية الصغيرة على سبيل المثال قتلة القوس تيد بوندي بابلو اسكوبار ستالين كلهم من برج القوس اصحاب هذا البرج يقومون بجرائم فضيعة ويقتلون بجنون وباعداد كبيرة ويرون في انفسهم قادة في المرتبة الثانية الراعي الرسمي للجنون برج العقرب الذي يحتل المرتبة الثانية لا يبدو ذلك مفاجئا لاغلبنا لان معظم القتل المتسلسلين ولدوا في شهر نوفمبر فان السمى الغالب عليهم هي التي تخص برج القوس والباقي من سماتهم هي من برج العقرب واصحاب هذا البرج معروفون بانهم قتل ساديون في المرتبة الاولى القاتل الاكبر برج السرطان من يحتل المرتبة الاولى في هذه القائمة هو السيد المهوسين برج السرطان اصحاب هذا البرج عادة يقومون بالقتل بدافع الغيرة ومزاجهم المتقلب يسبب مشاكل لهم بعد كل هذا الجنون نأمل ان يعم السلام على اصحاب هذه الابراج ليبقى العالم يعيش بسلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة